قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لصدام حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه انتقادات شديدة للاتفاق النووي المبرام في عام 2015 بين القوى العالمية وإيران وحدد مهلة تنتهي في الثاني عشر من شهر أيار مايو المقبل لإصلاح الاتفاق وهدد بعدم تمديد رفع العقوبات الأمريكية على طهران وطالبت فرنسا بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ الإيراني ودورها في الصراعات في المنطقة بما في ذلك سوريا حيث تؤيد الرئيس بشار الأسد لكن إيطاليا تقود المعسكر المعارض إذ تخشى أن تثير مثل هذه الخطورة استياء طهران وتضع فرص الشركات الأوروبية في الفوز في عقود مربحة في إيران وفي الشهر الماضي اقترحت باريس ورما ولندن استهداف ميليشيات وقادة إيرانيين بطار تعزيز عقوبات الاتحاد الحالية فيما يتعلق بسوريا والتي تشمل قرارات عبر سفر مسؤولين وتجميد أصول وحضرا على إبرام تعاملات مع إيران ويخشى ثلاثة نقل تكنولوجيا الصواريخ والصواريخ الإيرانية إلى سوريا وحلفاء طهران مثل ميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان وقال الاتحاد في بيان الله إن العقوبات تشمل تجميد أصول وقيودا على السفر تستهدف 82 شخصا وكيانا واحدا إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات وقالت الأمم المتحدة في شهر آذار مارس الماضي إن إيران ألقت القبض على نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة على حرية التعبير واستمرت في استخدام التعبيب لانتزاع الاعترافات وكان الاتحاد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأشمل على إيران في عام 2016 بعد التوصل إلى الاتفاق النموي